فالطريق واضح والمعالم واضحة والتحذير من ضده مطلوب فالتحذير من الباطل منهج شرعي فليحذر الذين يخالهون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم النبي صلى الله عليه وسلم معه زوجته ويحذرها أولئك الذين سمى الله فاحذروهم يحذر زوجته هكذا الخلها وسائر الصحابة وإمة الإشرام يحذرون من الباطل خشية من أن يلبس على الناس فلابد من بيان الحق وأن يصل صوت الحق إلى كل سامع وقارع إلى كل بعقل من أبناء الإسلام ومن غير أبناء الإسلام حتى لا يقالوا فيه ما ليس منه فدين الله حق وجد ليس بالهزل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ويقول الشيخ الإسلام ويقول الشيخ الإسلام ويقول الشيخ الإسلام ابن تيمية محتج محتج بدليل من كتاب الله أو من صحيح سنة رسول الله إلا وجعلت ذلك على باطل إلا جعلت ذلك حجة عليها حجة له لأن الحق إذا أتى واضح وقل جاء الحق وزهق الباطل فهو وإن احتج بحجة فهي حجة عليه ليست حجة له